اشتركوا في القناة الاثراء الثقافي في مختلف العصور مكتبة بني سيف احدى هذه المكتبات العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها الى القرن الثالث عشر الهجري تمت المحافظة على مخطوطات وقف بني سيف بعدة طرق وامور من هذه الامور حفظها في خزانات وكانت هذه الخزانات توضع في غرف خاصة يقوم بالاشراف على هذه الخزانات احد اعلام هذه القبيلة وقضاة هذه القبيلة بحيث يتعهدها بالصيانة والحفظ ومتابعة ما يحدث لها من العطب والخراب فاذا وجد شيئا من الخراب اعتنى به مباشرة وقام بإصلاحه بل نجد في بعض المخطوطات والوثائق ما يشير الى انه يتم استنساخ ويعادة نسخ الكتب التي تلفت او تلف شيء منها وكذلك كانت العناية والمحافظة بمخطوطات وقف بني سيف عن طريق مؤسسها لأول خميس بن محمد السيف حيث وقف لها نصف اثر ما من فلق الغنتق وكان هذا النصف الاثر الذي وقفه في حياته مرده الى حفظ المخطوطات وصيانتها والعناية بها قام بتأسيس هذه المكتبة الشيخ خميس بن محمد السيفي ثم اعتنى بها عناية خاصة العلامة القاضي محمد بن خميس السيفي لذلك نشاهد بين جنباتها العديد من مؤلفاته مثل كتاب جواهر العقد الثبين وكتاب اللامية في ائمة لعاربة والنصوص في ائمة بني خروس والمعرج الاسنى في شرح يسماء الله الحسنى ثم من الاعلام الذين اعتنوا بالمكتبة العلام سعيد بن ناصر السيفي واخيه القاضي الشيخ الفقيه احمد بن ناصر السيفي وقد وقف الاخير مكتبته بما فيها من المخطوطات لذرية ناصر بن محمد ابناء خميس السيفيين من ابرز المكتبات التي لا تزال موجودة في نزوة ولا تزال قائمة في مدينة نزوة مكتبة وقف بني سيف وكذلك مكتبة وقف بني روح ومكتبة بني ريان بالقبل الاخضر ومكتبة السيبانيين كذلك بن نزوة ومكتبة الشيخ سعود بن سليمان الكندي هذه المكتبات التي لا تزال موجودة في مدينة نزوة وتعتبر كذلك مرقعا لطلبة العلم وتعتبر مرقعا لمن أراد أن يعثر على مخطوط أو يحققه أو يقوم بالعناي بهذه المخطوطات ومن ضمن المخطوطات الموجودة في المكتبة تمهيد قواعد الإيمان وهي فتاوي جماعها الشيخ العلامة محمد بن خميس السيفي لشيخه العلامة سعيد بن خلفان الخليلي وكتاب بيان الشرع وتمهيد قواعد الإيمان والمصنف وهذه كتب تم طباعتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر